أنت كيف ترى المجتمع السعودي من ناحية التدين؟ هو معقل الدين الإسلامي ونشأته فنحن حتى خادم الحرمين الشريفين لقبه الأسمى هو خادم الحرمين الشريفين فبالتالي الدين الإسلامي له سيطرته الاجتماعية على تنشئتنا تدين كعادة اجتماعية؟ جزء كبير مننا نعم و هناك في الأبحاث الدينية الاجتماعية تقسيمين للدين هناك الدين الخارجي و الدين الداخلي و ما يعرف عنه هو الإيمان أو الطقوس الدينية و العبادات هناك جزء كبير من التدين الحالي هو التدين ليس بسبب الإيمانات الحقيقية و العقائد الحقيقية بل يكون طقوس اجتماعية فقط أن يكون طقساً اجتماعياً أكثر من كونه إيمان داخلي هذا موجود لدينا أو لديك كافة الأديان؟ طيب أنا أعطيتك هذا السؤال المفتوح حتى أتناقش معك في بعض التغريدات التي كتبتها الارتباط الدين أو عدم ارتباطه ببعض السلوكيات و بعض الجوانب النفسية أورونا التغريدة؟ أنت تقول أن علاقة الدين والإيمان بالاكتئاب هي علاقة معقدة بحثياً و إحصائياً و غالباً يكون الدين بمثابة عامل الحماية لأهله و في المقابل يمكن أن يكون عامل خطورة أنت دخلت في مسارين كل واحد أكثر تعقيداً من الثاني لكن قبل أن أروح أيضاً لتفاصيلها و رون التغريدة اللي بعدها أحياناً الدين يزيد من شعور الذنب و التقصير لدى الشخص فيصبح ساخطاً ناقماً على نفسه و هذا باب من عدة أبواب طيب بين بين التغريدة الأولى و الثانية هل الدين يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمسألة الاكتئاب و الأعراض النفسية؟ هناك ارتباط هناك ارتباط و حسب ما نعرفه من الأبحاث أن الإيمان و الدين بآليات مختلفة ممكن أن نعرج عليها هو عامل حماية ليس بالضرورة أعتمنى أن أحد يفهمها و إذا أنت متدين لا تصاب بالاكتئاب ستصاب الكثير من المؤمنين أصيبوا بالاكتئاب لكن نحن إحصائياً نتكلم عن نسب الإحتمالات دائماً إحتمالات الدين و الإيمان عامل حامي و صاد ضد الإضطرابات النفسية بالتحديد الاكتئاب و القلق نعم نعم لماذا كتبت هذا الكلام؟ لأن مثل ما قلت في الآونة الأخيرة انحسرت كل ما يتعلق بالدين و انحسرت قيمة الدين بسبب العالمة و بسبب أمور ثقافية كثيرة فحتى في النشأ الآن في خطاب أشوفه متطرف يحاول أن ينزع من قيمة الإيمانات و التدين يقول ما لها علاقة بالصحة النفسية و هذا خطاب قاصر جداً لم يطلع على أبجديات الصحة النفسية فبالتالي أنا فقط أحاول أن أعيد الكرة في الملعب و أقول لا له علاقة و مثل ما شفنا في التغريد الأخرى نحيانا يكون سلبي أنا هنا لست مدافعاً عن الدين و بالمناسبة لست لا أتكلم عن الإسلام أتكلم عن الدين أي دين أي إيمان البوذية الهندوسية سماوية غير سماوية الإيمان فكرة الإيمان نفسها تعطي مصدات ضد الإضطرابات النفسية هناك جهتين الجانب الأول الجانب الضمني و المعنوي أن يكون في حياتك لها معنى في مصائبك تتسلى بالآخرة مثلاً عند فقدك لحبيبك لا سمح الله يعطيك سلوى و صبر أنك ستلقاه في الآخرة قل لن يصيبنا لا أكذب الله فبالتالي هذه السلوى يتحلى بها و تزيد كثافتها لدى الشخص المتدين المؤمن في الجانب الطقوس أنت عندما تكون محاط بمجموعة مجموعة مثلاً التي رأيناها كثيراً في أمريكا الذي يحضرون الكنائس بشكل أكبر و منتظم صحتهم أعلى صحتهم النفسية لأنهم محاطون بالمجتمع هذا الذي يعطيهم دعم فليس الدين بحد ذاته ولكن الدين جماعة الدين في الكنيسة أعطت هذا الدعم استناداً على النصوص التوراتية و الإنجيلية مثلاً فهمت قصدك؟ فهمت قصدك لكن طيب على النقيض تماماً الآن نعم عن النقيض على النقيض تماماً هناك أيضاً جوانب سلبية و هذا شفناه دعنا نقول التطرف مثلاً هذا شيء ما نتكلم عنه كثيراً لكن نفسياً عقدة الذنب ترتفع عند المتدينين و نجد هناك الكثير من الحالات التي أرادت أن تنتقب من نفسها إما بالانتحار إما بالتعنيف إما بالنبذ الذاتي أنها تنبذ بنفسها لأنها ارتكبت محرماً فبالتالي جلد جداً عقدة الذنب لدى المتدينين عالية جداً أعلى من غيرهم غير المتدينين نعم أعرف أن هناك من سيقول أن هذا ممارسة الدين و ليس الدين نفسه أعرف أنا أتكلم عن الممارسات المجتمعية لا أتكلم عن الدين نفسها جميل تعتقد أنك وضحت رأيك في هذه المسألة بشكل الذي عندك سؤال لا لا أعدي سؤال أنا أريد أن أقفلها معك أنا أعرف مثلاً هذا الموضع ستفتح حالة من الجدل الطويل نعم وهو نقاش جيد في رأيي نقاش جيد طالما أنه يستند على ما نعرفه من الأدلة العلمية بعيداً عن الأمنيات وبعيداً عن الإنحيازات التأكيدية أو ترجمة نانسي قنقر شكرا